اشتركوا في القناة ستة ثلاثة والسبعة خمسة ويذكر ان الثناء كاريم بناني والفرنسي هوان موري كان انهزم ايضا خلال المباراة النهائية للدوري الدولي لتينيس شبان بالمحمدية انا سعيد بادي النتيجة فوزنا بالنهائي هنا برباط حيث قضينا اسبوعين المباراة كانت صعبة امام هذا التنائي الذي نزمنا امامه الاسبوع الماضي لكن هذه المرة استطعنا الرجوع في الجولة التانية مما مكلنا من الفوز باللقاء ربحت مباراة الزوج وما زالت تنتظرني مباراة النهائي فردي غدا واود الفوز بها وفي مباراة ثانية عاد لقب صنف الزوجي اناثري ثنائي الروسي كزينيا ايفير موفا وانا بوشكاريفا بعد فوزهما على الثنائي المتكون من الفرنسية ايريجا انيسان والروسية فيكتوريا ميلوفانوفا بجولتين نظيفتين تفاصيلهما ستة أربعة وسبعة خمسة المباراة كانت صعبة انقدنا كورتي الجولة الاولى وستطعنا العودة في النتيجة والفوز بالمباراة ونحن سعداء بذلك في الصنف الفردي ذكور فاز الفرنسي المصنف الثالث الدوري توماس فوريل على البولوني بجولتين نظيفتين تفاصيلهما سبعة ستة وستة سفر وسيواجه في المباراة النهائية الياباني ناغويا هوندا الفائز مؤخرا بالدوري الدولي للتنسب المحمدية بعد تفوقه على البولوني برونو كوكو بجولتين مقابل جولة واحدة اللاعب البولوني كان فاز في الجولة الاولى بستة أربعة قبل ان يستسلم في الجولتين الثانية والثالثة بستة ثلاثة وستة اثنين وفي الصنف الفردي اناثة ستواجه الفرنسية إليجا إنيسان في المباراة النهائية المصنفة الأولى في الدوري الروسي فيكتوريا ميلوفانا اللاعب الفرنسية كانت فازت هذا اليوم في مباراة نصف النهاية بصعوبة على الروسية أنا بوشكاريفا بجولتين نظيفتين ستة أربعة وسبعة خمسة في حين أقصت فيكتوريا مواطنتها البالغة من العمر أربعة عشر سنة كزينيا إفيريموفا بجولتين دون رد تفاصيلهما ستة واحدة والستة أربعة غدا السبت يصدل الستار عن منافسات النسخة الثانية من الدوري الدولي للتينس شبان بنادستاد المغربية بمباراتين قويتين في صنفي الذكور والإناث